ستة وأربعون مختطفاً في قفص اتهام ميليشيا الحوثي تمهيداً لمحاكمتهم وليست المرة الأولى التي يخضع فيها مختطفون لهذا النوع من المحاكمات المركز الأمريكي للعدالة أدان المحاكمة كونها تتم من قبل قضاة عينتهم الميليشيا وتستر عنهم أحكام قاسية أغلبها تقضي بالإعدام بعد جلسات محاكمة غير قانونية وفي محكمة سبق أن تم إلغاؤها من قبل أعلى سلطة قضائية في اليمن ممثلة بمجلس القضاء الأعلى المركز قال إن المختطفين بينهم ناشطون وضباط وأفراد أمن وقيادات ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام ومن ضمنهم الصحفي سلطان أحمد قطران الذي تعتقله الميليشيا منذ ثلاث سنوات وكذلك العقيد إسكندر غراب والعقيد نبيل علي القرس الكوميم ونبيل شجاع الدين لم يمضي كثير من الوقت بعد انتهاء تحالف صالح والحوثي حتى أصبح الكثير من قيادات وناشطي حزب المؤتمر الشعبي العام في سجون الميليشيا التي كانوا بالأمس في صفها وبحسب منظمات حقوقية فإن عمليات الاعتقال والمحاكمة وإصدار الأحكام التي تمارسها ميليشيات الحوثي تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان في الحياة والحرية والسلامة وإن كل من شارك فيها هم مسؤولون مسؤولية جنائية ومدنية أمام القانون في كل مرة تتعالى الأصوات التي تدعو المبعوث الأممي والمنظمات الحقوقية وناشطي حقوق الإنسان إلى تكثيف الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف مثل هذه الأحكام غير العادلة التي استندت إلى اعترافات تمت تحت أساليب القهر والتعذيب ترجمة نانسي قنقر